ايه محتوى الرسالة اول حاجة هتكلم عنها في الفيديو محتوى الرسالة عبارة ان هو استعادة او استعادة زي ما بنا اقول كده يعني الجهاز عندك مش عارف يفتح كويس او مش عارف يعمل لود للملفات اللي عليه تمام فحلها ايه انا هتكلم عن الحل و هتكلم عن الاسباب برضو في الفيديو عشان تبقى عارف انت بتعمل ايه مجرد بتعمل الخطوات اللي انا بقول عليه وخلاص تمام If you would like to restart and try again يقول لك هو الرسالة Halitor وجربت ثاني خم nächsten IoT ب茶 ال Habibz بسم التواصل الرسال Probi فتي هم الاجران تمام وبعدين او اف militائق عن الم frickin Eli felt aIncan tools and advanced options إذا كنت متعرف موجود للخ biggest compare someone trust We still got a health يعني بيقولولك لو انت مش عارف الموضوع كويس فانت محتاج تتسل بحد يساعدك حد انت هواثق فيه ويساعدك في الموضوع ده يعني من الاخر انا عشرح لك كل الاسباب وكل الحلول بتاعت المشكلة دي ولو المشكلة استمرت معاك فانت عمل تشوف حد فن سيونا يشوف لك الجهاز يبحث الجهاز عموما كده بسا سريعا تلو انا ما حدتكش الموضوع من خلال الفيديو اللي انا صورته اللي انا بصوره لك دلوقت كمل معي الفيديو وان شاء الله تطلع من الفيديو ايه حل المشكلتك يلا بينا على الانترون يا هلا والله في فيديو جديد في قناة سمو كيفاش طيب فيديو النهاردة يا جماعة انا هتكلم معاك وان ازاي تحل المشكلة دي ازاي تطلع من وضع الريكوفري او تحل مشكلة الريكوفري اللي بتظهر لك في الجهاز بتاعك عموما هي المشكلة بيبقى احيانا لها اسباب سهل لا احيانا لها اسباب صعبة جدا كمام طيب اول حاجة هي بتظهر ليه لو انت كهاز كمبيوتر فهي ممكن تكون بيظهر لك عشان الرامة مش راكبة كويس او الهارد ديسك نفسه مش راكب كويس دي الازواب السهلة فدت الوقت تعمل ايه تفتح الكيسة نفسها او الكيسة ما بنسميها وتبص على الرام وتبص على الهارد تشوفهم راكبين كويس في مكانهم ولا لا لو ما مش راكبين كويس راكبهم كويس وممكن تخلعهم وتركبهم برضو عشان تتأكد ان هم راكبين تماميا ده اول حاجة تاني حاجة بقى والاهم من دي عموما ان انت ممكن يكون عندك ملاحة ملاحة ملفات من السي بالغلط طيب ايه الحل في النقطة دي حل في النقطة دي ان انت تشوف انت مساحت ايه وتحاول ترجعه او لو انت مساحت ملفات كتيرة من السي ممكن تكون مقصرة على الجهاز نفسه او مقصرة على النسخة فانت للاسف هنا هتحتاج تعمل حاجة اسمها تنزل نسخة جديدة يعني تنزل نفس النسخة بس نسخة جديدة وللأسف ساعتها انت هتخسر كل ملفات اللي على الديسك توب او اللي على اسطح المكتب عموما يعني طيب دي تاني نقطة تاني نقطة بقى والاهم من ده كله ان انت ممكن يكون الهارد ديسك بايز او الرامة بايزة في الحالتين دول انت لو جربت كل الحاجات دي والجهاز ما اشتغلتش فانت محتاج تغير حاجة من الاتنين دول الحقيقة انا مش فاني كمبيوتر برضه وشان اقدر احددلك الرامة اللي هتبقى بايزة ولا الهارد اللي هتبقى بايزة فدي حاجة ممكن ترجع بها فاني كمبيوتر في النقطة دي تمام والحال اللي اسهل من ده كله هموما لو انت ركبت الرامة والهارد من اول نقطة ممكن انت تروس ريستارت هنا للبيسي لو دست ريستارت الجهاز بيتراستها تمام لو رجعت زهرت لك الرسالة دي تاني فانت محتاج تعمل للخطات اللي انا قلتلك عليها لو الجهاز فتح معاك ومن غير اي مشكلة خلاص دي ممكن تكون سببها ان انت كنت عامل افديت لنسخة الويندوز جديد فزهرت لك دي لكن انت دلوقت طالما ريستارت واشتغل معاك الجهاز فمية مية ما فيش اي مشكلة عندك فحنا دلوقت هنقامل ريستارت للجهاز ونشوف الدنيا والله يا ريستارت ما تحلش نشوف الدنيا دي وايه ونحاول ده ماشي الخطوات زي ما انا قلتها ماشي؟ طيب بعد ما ريستارنا ما اشتغلش الموضوع هندوسي ادفانسد هنا كده او اف تسعة يا تختار دي يا تختار اف تسعة طيب عشان تشوف الحاجات عندك كده او الملفات الاساسية عموما ايه دنيتها ممسوح منها حاجة ومش ممسوح منها حاجة الكلام ده لو قلنا ايه لو انت على كومبيوتر طيب لو انا لاب يا محمد لو انت لاب هتدوس ديستارت هنا على الجهاز عادي وبرضو لو الجهاز مثلا اتخبط منك او حاجة قبل الموضوع ده فممكن يكون ده مؤثر بمعنى ان انت ممكن يكون لهارضة متحرك من مكانه او ده ما نفسها مش راجبه كويس ده لو الجهاز اتخبط منك لو انت زي حالتي كده عادي انا صحيت من النوم بفتح الجهاز لقيته كده فهتدوس ديستارت عادي وخلاص وهتراصر الجهاز وهيفتح معك تاني لو ما فدحش معاك فانت محتاجت زي الكمبيوتر بالزبط F9 او تدوس ديستارت ملفات من السي ولا لا تمام انا فحالتي انا عملت ريستارت الجهاز اشتغل عادي من غير اي مشكلة ومن غير اي حاجة وده ممكن يكون راجع اللي زي ما اقولتلك ان انا ممكن اكون عملت اوبديت للجهاز من كم يوم من حوالي اربع تيام كده انا عملت اوبديت للويندوز كله كان ويندوز عشرة زي ما هو بس ده كان اوبديت كبير شوية فده ممكن يكون سبب من الاسباب وبس كده انا شرحت لك فيديو النهاردة ومش حابب اتقول لك فيه بصراحة انا حاولت اشرح لك كل الاسباب اللي ممكن تكون ايه اللي ممكن تكون مقصر على الجهاز عموما او يظهر لك الرسالة دي وبس كده لو سبعت من فيديو النهاردة ياريت تنزل تعم سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو وسلام